نكمل في مصر مع عنوان آخر مسيطر على الأخبار وهي فضيحة تحرّش جديدة لكن هذه المرة بطلها الفنان الشاب شادي خلف اللي نعرف بأدواره الثانوية في عدة أفلام مع نجوم كبار منها 365 يوم سعادة وهي فوضى وكلمني شكراً وحين ميسرة وآخر أعماله فيلم الثلاثة يشتغلونها صح؟ صح؟ حليب الخير حليب الخير ده أنا عايز كل واحد منك ويشرب منك ويبايا الصبح زي ما احنا نعمل دلو الفضيحة تفجرت بعد ساعات من قرار جهات التحقيق المختصة في مصر بتحويل الفنان للمحاكمة الجنائية وذلك على خلفية اتهامه بالتحرّش وهاتك عرض ومحاولة اغتصاب سبع فتيات داخل ستوديو تدريب بيمتلكه وبيلتقي فيه بفتياته شباب بيجمعهم طموح الدخول لعالم التمثيل وبالمناسبة قضية التحرّش شادي بالفتيات مهي جديدة بس الجديد فيها هو أنه الآن حيتحاكم لأنه أصلاً أصابع الاتهام بالتحرّش بدأت تتوجه له في 25 يونيو وقت ما كشف ممثل شاب اسمه عبد الرحمن مجدي في حسابه على انستجرام عن تعرض فتيات للتحرّش على يد شادي خلف وأنه استغل حبهم للتمثيل وقتها حتى مجدي نشر شهادات الضحايا ورغم أنه مجدي تجنب ذكر اسم شادي خلف واكتفى بالإشارة لأول حرفين فقط إلى أنه أغلب السوشيال ميديا عرفوا مين المقصود وصار وقتها شادي خلف حديث الناس لدرجة أنه تم تداول هاشتاغ كله حيعترف أو اللي فيه قاموا البنات وصاروا بيوم بعد يوم بينشروا قصصهم مع التحرّش من قبل شادي خلف وأنه كيف بيستعمل تكنيك معين في التمثيل بيتحجج بهذه التكنيكات وبيقوم بلمسهم في أماكن حساسة ومحاولة تقبيلهم قصص التحرّش اتكررت حتى وصلت لسبعة وقائع كلها أكدت أنه البنات اللي راحوا يتدربوا في ورشة عمل شادي خلف اتعرضوا للتحرّش الجسدي واللفظي وظاهر الآن أمامكم وحدة من الاعترافات المنشورة على السوشيل ميديا عموماً زي ما قلنا أمس تم إيقاف الشادي خلف لمدة أربع أيام على ذمة التحقيق وأحيل للمحكمة الجنائية بس هو من جهته أنكر كل التهم والتهم البنات بأنهم بيجنوا حملة ضده على السوشيل ميديا كمان نقابة المهن التمثيلية دخلت على الخط وبحسب صحف مصرية فالنقابة أكدت أنها حاولت تتواصل مع أسرة شادي لمعرفة تفاصيل حبسه حقاً 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 شكرا